1.1 مليون شخص في النمسا يعانون من فقر الغذاء ارتفاع معدل بطالة في النمسا إلى 6.8% انخفاض كبير في أعداد المهاجرين غير الشرعيين اختفاء 47 طفلا مهاجرا يوميا في أوروبا بين النمسا وإيطاليا احتقال عصابة مراهقين في فيينا قاموا ب350 سرقة وتحذير من ارتفاع أسعار الإيجارات في فيينا مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم كشف استطلاع للرأي أن 1.1 مليون شخص في النمسا يعانون من فقر الغذاء مما يعني عجزهم عن شراء الطعام الكافي أو ذو جودة جيدة وبين الاستطلاع الذي أجري على ألفين شخص أن 55% قللوا من كمية أو نوعية طعامهم لما يوجد 420 ألف يعانون من فقر الغذاء الحاد ويضطرون لتخطي وجباتهم وعبر 13% من أولياء الأمور عن قلقهم من نقص طعام أطفالهم وبين أيضا أن الشباب والمرضى وذو التعليم المنخفض والعاطلين عن العمل هم الأكثر عرضة للخطر ارتفع عدد العاطلين عن العمل في النمسا بنسبته 11.1% في نهاية أبريل وبلغ مجموع الباحثين عن عمل ما يصل إلى 368 ألف شخص ما يمثل زيادة 36 ألف عن العام الماضي وارتفع معدل بطالة إلى 6.8% بزيادة 6 من 10 نقطة مؤوية عن العام الماضي وشهد جميع الولايات ارتفاعا في معدلات البطالة ويرجع وزير العمل مارتين كوخر ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة كسبب لهذا الارتفاع مع توقعات بتحسن تدريجية ومع ذلك تشير أرقام تراجع الوظائف الشاغرة بنسبة 18% إلى أن الانتعاش لا يزال بعيد المنال أثنى وزير الداخلية النمساوي جرهة كارنا على انخفاض الكبير في أعداد المهاجرين غير الشرعيين وذلك بفضل التدابير المكثفة والتعاوني مع المجر وتراجعت العمليات في ولاية بورجلاند من 1400 إلى 40 في أبريل وفي الرابع الأول اعتقل 2030 مهاجرا فقط مقابل 6 ألاف العام الماضي وتضمنت الجهود ضوابط حدودية مشددة وتعاونا وثيقا مع المجر إلى جانبه مكافحة شبكات التهريب وهذه الجهود أدت لتقليل التهريب وارتفاع تكاليفه أكثر وأكد الوزير على استمرار مكافحة الهجة غير شرعية بكل الوسائل الممكنة كشفت مجموعة لوسطين يوروب في بحث عن اختفاء حوالي 47 طفلا يوميا في أوروبا من سوريا وأفغانستان حيث اختفى أكثر من 50 ألف طفل مهاجر بعد وصولهم خلال السنوات الثلاثة الماضية وتم تسجيل هذه البيانات الصادمة في الفترة بين عامي 2021 ونهاية عام 2023 وتصدرت كلا من إيطاليا والنمسا القائمة وأشار متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية إلى أن التدفق الكبير لطلبات اللجوء من اللاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم يمثل تحديات فيما يتعلق بالتمثيل القانوني والاستقبال أعلنت شرطة فينا عن حل لغز حوالي 350 عملية سرقة سيارات منها 300 سيارة أجرى قام بها 24 مراهقا بعضهم لم يبلغ سن الرجد بعد وتتهم عصابة اللصوص أيضا بالسطو على آلات البيع والتخريب والاحتداء وتم تسجيل 500 جريمة بقيمة إجمالية 300 ألف يورو وتتراوح عمار المشتبه بهم بين 12 و17 عاما معظمهم من أصول أجنبية انحدرون من سوريا وأفغانستان وشيشان وصربيا وسلوفاكيا وتونس كما أن من بينهم ثمانية نمساويين من خلفية مهاجرة حذر خبراء العقارات من احتمال ارتفاع أسعار الإجارات في فيينا نتيجة لانخفاض بناء الشققي الجديدة وشهدت الأسعار في العام الماضي انخفاضا بنسبة 2.9% لكن الوضع تغير مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أنشطة البناء وطالب الخبراء السياسيين بتحفيز البناء وتوفير الظروف والإحفاءات الضربية وارتفعت أسعار الشقق في فيينا بمتوسط 3.31% في 2023 مع تزايد الطلب ونقص المعروض وتوقعت التحليلات احتمالية ارتفاع الإجارات في المستقبل مما يشكل تحديا للمستأجرين كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينة سلام أمسعة سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر